كنت بتكلم على استعداد النادي الاهلي وطبعا السيناريوهات الخاصة بكل حاجة سواء بضربات الجزاء لو فيه لقدر الله طبعا ان شاء الله ما توصلش الامور لكده لكن طبعا ده ضمن الاستعدادات والخاصة بأي مدرب ممكن يفكر في سيناريوهات كتير داخل المباراة ايضا مسلماني بيطلب تقرير عن مباراة الزمالك والرجاء لان ده وضع طبيعي هو بيقترب من الدور النهائي وبالتالي ايا من الفرقتين سواء الزمالك والرجاء هيكون طرف فيه المباراة النهائية ان شاء الله لو وصل الاهلي للمباراة النهائية وبالتالي عايز يعرف كل حاجة خاصة بكل لعب سواء فيه الزمالك او الرجاء وبالتالي ده شيء طبيعي من مسلماني للفرقتين يعني خلينا اقول لكم برضو خبر خاص بمسلماني يمكن عما نيجي نتابع الكم ماتش اللي لعبهم مع النادي الاهلي هتلاقيه بيبعد شوية باجي يعني عن التواجد في مباراة مباراة بيناميدز نزل باجي وخرج الشوت التاني وبالتالي كلام كان كله انه هو يعني التغيير دي كانت حصلت لجزء فني فيه المباراة وان النقص العدد يخليه ينزله فيه التوقيت ده وخروجه ايضا كان مهم جدا عشان يغير شكل التيم فيه المباراة ولكن هل برضو مباراة الوداد كان سبب انه هو ما يلعبوش هل اقتناع باللعب او عدم اقتناع ده في حد زيته كلام كتير جدا بيدور في هذه الجزئية ان موسماني عايز يجيب لاعب مركزه بمهاجم يكون بديلا لهذا اللعب باجي اليو باجي نتيجة عدم اقتناعه به هذا اللعب عشان بس نبقى متفقين في هذه الجزئية ان احنا بنتكلم ممكن تكون كمان على الارض مش بس كلام من خلال تفكير لدى المدير الفني كلام على الارض انه هو عمل تصرفات معينة مع هذا اللعب ايضا يعني بنطمن جمهين النادي الاهلي كهرباء بيقترب من العودة مرة اخرى لمباراة الوداد وهيكون متواجد ان شاء الله بصفة يكون صحته رجعته الامور تبقيت بالنسبة له احسن بكتير لو احنا بنتكلم ايضا التجهيز بالنسبة النادي الاهلي تجهيز للموسم الجديد من خلال الجلوس من خلال جلوس موسماني مع لجنة تخطيط وحاجة الفريق لمين سواء بقى المعارين مين اللي هيرجع مين مش هيرجع لان هو خلاص هو مدير الفني في الوقت الحالي وبالتالي هو اللي هختار اللعبين اللي هيكونوا متواجدين في الموسم القادم